أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ما تمر به الدول العربية في هذه المرحلة من تحديات تستلزم التماسك والتكاتف بين الدول ومؤسسات تمثيل وتشرع فيها وفي كلمته أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية شدد أبو الغيط على أن البرلمانات ستظل هي الوسيط الأساسي بين المؤسسات الحاكمة والشعوب دعياً البرلمانيين لإلاء الاهتمام الأكبر للقضايا التي تشغل الأمة العربية ولسيما قضية الأمن الغدائية ولا شك أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة ممثلة في البرلمانات العربية تعد ركناً أساسياً في منظومة الحكم الرشيد الذي يقوم على إشراك الشعوب في العملية السياسية والتنموية باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وآداتها وغايتها في الوقت نفسه وأتصور أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور هذه المؤسسات فالمصاعب الاقتصادية تضغط على الجميع وأوضاع التضخم والركود وارتفاع تكلفة المعيشة لها تبعات وارتدادات اجتماعية نرصدها في العالم باتساعهم